بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله بناء الطلاب في درسنا لهذا اليوم في مادة الرياضيات وموضوع درسنا إن شاء الله هو جمع الأعداد العشرية إذن موضوع درسنا إن شاء الله هو جمع الأعداد العشرية للصف الأول التأهيدي على بركة الله نبدأ درسنا إن شاء الله لهذا اليوم دعونا بناء الطلاب نتعرف على أهداف درسنا لهذا اليوم أن يعرف الطالب العمليات الحسابية وكذلك جمع الأعداد العشرية أيضا أن يكتب الطالب بعض الأعداد العشرية أيضا أن يتعرف الطالب على خطوات المتبعة في جمع الأعداد العشرية وأيضا أن يحل الطالب بعض المسائل التي تحتوي على الأعداد العشرية وكذلك أن يستخدم الطالب الآلة الحاسبة في حل بعض الأمثلة للأعداد العشرية دعونا ابناء الطلاب نعرف الأعداد العشرية دعونا نعرف الأعداد العشرية ما هي الأعداد العشرية؟ أحسنتم إذن هي كل الأعداد التي تحتوي على فاصلة عندما أشاهد فاصلة أني أعرف أن هذا العدد عدد عشري إذن كما تشاهدون لديه هذا المثال نقوم بقراءة هذا المثال لديه هنا أربعة عشر فاصلة سبعة وثلاثون إذن عندما أشاهد الفاصلة أبناء الطلاب أن هذا العدد هو العدد العشري إذن كما تشاهدون لديه هنا الفاصلة إذن هذه الفاصلة هي التي تدل على الأعداد العشرية ينقسم العدد العشري إلى جزءين؟ إذن نقسم العدد العشري إلى ماذا؟ إلى جزءين؟ الجزء الصحيح وكذلك الجزء العشري إذن نقوم بكتابة مثال مثلا خمسة فاصلة ثلاثة إذن هذا هو الجزء الأول هو العدد الصحيح وهنا الفاصلة كما تشاهدون لديه الطلاب وهنا العدد العشري إذن قسم العدد العشري إلى جزءين؟ قسم العدد العشري إلى جزءين؟ الجزء الأول العدد الصحيح ومن ثم الفاصلة ومن ثم العدد العشري إذن هذه هي أبناء الطلاب دريقة قراءة الأعداد العشرية والقراءة الأعدد العشري نقرأ أولا الجزء الصحيح ثم الفاصلة ثم الجزء العشري كما ذكرنا ثلاثة فاصلة مثال خمسة إذن نقوم بقراءة هذا العدد ثلاثة فاصلة خمسة الجزء الصحيح ثم الفاصلة ثم الجزء العشري مثال آخر أربعة فاصلة إثنان ثمانية كمثال إذن نقرأ هذا العدد أربعة فاصلة إثنان ثمانية وهكذا أبناء الطلاب إذن نقرأة العدد العشري كما ذكرنا بهذه الطريقة أولا الجزء الصحيح ثم الفاصلة ثم العدد العشري ثم العدد العشرية جمع العداد العشرية باستخدام الآلة الحاسبة إذن من الطلاب لدينا هنا هذا النشاط وهذه الخطوات نتعرف عليه إن شاء الله وهي طريقة استخدام الآلة الحاسبة في جمع العداد العشرية كما ذكرنا يقوم الطالب باستخدام الآلة الحاسبة بمساعدة ولي أمر الطالب يتعرف الطالب على الفاصلة العشرية وكذلك على علامة الزائد وأيضا علامة اليساوي ويقوم بإدخال الأرقام ومن ثم يتعرف على ناتج العملية الحسابية بالخطوات التي سوف نذكرها إن شاء الله الآن إذا كما تشاهدوا لدينا في هذا النشاط هناك أربع خطوات لجمع الأعداد العشرية دعونا نقرأ الرقم الذي هنا فاصلة 2.5 إذن هذا هو الرقم الأول ثم علامة الزائد ثم فاصلة 50 ثم علامة اليساوي إذن الخطوة الأولى إدخل العدد الأول ما هو العدد الأول لديه هنا إدخل العدد الأول في الآلة الحاسبة إدخل العدد الأول في الآلة الحاسبة ما هو العدد الأول؟ أحسنتم فاصلة إذن فاصلة إثنان خمسة هذه الخطوة الأولى يقوم الطالب باستخدام الآل الحاسوي يقوم بإدخال الرقم الأول بمساعدة أحد فراد الأسرة أو أحد الوالدين إذن يقوم الطالب بإدخال الرقم الأول فاصلة إثنان خمسة الخطوة الثانية أحسنتم علامة الجم أو علامة الزايد إذن هذه الخطوة الثانية الخطوة الثالثة بناء الطلاب نقوم بإدخال الرقم الثاني ما هو الرقم الثاني لديه هنا؟ أحسنتم فاصلة خمسون والخطوة الأخيرة علامة اليساوي ونقرأ ناتج هذه العملية فاصلة خمسة سبع ومئة إذن هذه ناتج العملية الحسابية إذن منها الطلاب نقوم باتباع الخطوات التي تشاهدونها أمامكم إذن الخطوة الأولى إدخال العدد الأول الخطوة الثانية إدخال علامة الزائد وعلامة الجم الخطوة الثالثة أحسنتم إدخال الرقم الثاني الخطوة الأخيرة علامة اليساوي لنحصل على ناتج لهذه العملية الحسابية إذن منها الطلاب هذه هي طريقة استخدام الآلة الحاسبة لجمع الأعداد العشرية بدنا هذا النشاط ضع دائرة حول الأعداد الصحيحة إذن كيف نفرق منها الطلاب بين الأعداد الصحيحة وكذلك الأعداد العشرية بوجود ماذا؟ بوجود الفاصلة أحسنتم بوجود ماذا؟ بوجود الفاصلة عندما شاهد الفاصلة فأني أقوم بوضع دائرة وعفواً هذه هي الأعداد الصحيحة لديه هنا إذن عدم وجود الفاصلة إذن الرقم الأول لديه هنا 19 نقوم بوضع دائرة لماذا أقوم بوضع دائرة؟ إذن هذا عدد من الأعداد الصحيحة لعدم وجود فاصلة لعدم وجود ماذا؟ لعدم وجود فاصلة الرقم الثاني لديه هنا 5.3 هل هو من أعداد الصحيحة؟ 5.3 هل هو من أعداد الصحيحة؟ إذن هذا الرقم ليس من الأعداد الصحيحة لوجود الفاصلة الوزود الفاصلة الرقم الأخير هنا لديه 23 هل هو عدد صحيح أم عدد 20 أحسنتم إذن هذا عدد من الأعداد الصحيحة نقوم بوضع دائرة على هذا العدد كما تشاهدون 23 عدم وجود فاصلة يعني من الأعداد الصحيحة وجود الفاصلة يعني وجود عدد 20 أحسنتم وجود عدد 20 ضع دائرة حول الأعداد العشرية كيف نتعرف على الأعداد العشرية بناء الطلاب إذن كما ذكرنا وجود الفاصلة يعني أعدد عشري نقوم بقراءة هذا الأعداد والتعرف على الأعداد العشرية 6.2 6.2 إذن هذا الرقم أو هذا العدد من الأعداد العشرية نقوم بوضع دائرة حول هذا العدد لماذا؟ لوجود الفاصلة لوجود ماذا؟ لوجود الفاصلة الرقم الثاني 8.7 أحسنتم إذن هذا أيضا من الأعداد العشرية لوجود الفاصلة لوجود ماذا؟ الفاصلة الرقم الأخير هل وجود فاصلة؟ إذن لا وجود فاصلة إذن الرقم 95 من الأعداد الصحيحة إذن لا نقوم بوضع دائرة حول هذا العدد لأن هذا العدد من الأعداد الصحيحة كما تشاهدون عدم وجود عدم وجود الفاصلة إذن ما يزعون بنا الطلاب الأعداد العشرية من الأعداد الصحيحة بوجود ماذا؟ هل شباب بوجود ماذا؟ أحسنتم بوجود الفاصلة بوجود الفاصلة كما تشاهدون الرقم هنا لديه فاصلة من هذا من الأعداد العشرية من الأعداد العشرية في هذا النشاط بناء الطلاب يريد عبد الله شراء دراجة فجمعه في الشهر الأول 80.50 وفي الشهر الثاني جمع 90 ريال فاصلة 25 فكما المبلغ الذي يوفره عبد الله دعونا القوم بناء الطلاب بحل هذه المسألة إذن يريد عبد الله شراء ماذا أحسنتم شراء دراجة فقام بجمع مبلغ إذن هذا هو المبلغ الذي قام بجمعه في الشهر الأول هذا هو المبلغ الذي قام بجمعه في الشهر الأول والذي أدخره في الشهر الأول وأيضا في الشهر الثاني جمع مبلغ 90 ريال و25 فكما المبلغ الذي يوفره إذا كما تشاهد بناء الطلاب نقوم بجمع الأعداد التي وفرها عبد الله لشراء دراجته جمعا في شهر الأول 80.50 زائدا 90.25 إذن نقوم بناء الطلاب باستخدام الآلة الحاسبة لحل هذا النشاط باستخدام الطريقة التي ذكرناها نقوم بإدخال العدد الأول ثم علامة الزائد ثم الرقم الثاني ثم علامة اليساوي لنعرف ما هو المبلغ الذي قام عبد الله بجمعه في الشهر الأول وكذلك في الشهر الثاني لشراء الدراجة لما قام عبد الله بجمع مبلغ 80.50 ريال في الشهر الأول وفي الشهر الثاني أيضا قام بجمع مبلغ 90.25 أو ربع إذن هذا هو المبلغ الذي قام عبد الله بجمعه في الشهر الأول وكذلك في الشهر الثاني نريد أن نتعرف على ما قام عبد الله بجمعه في الشهر الأول وكذلك الشهر الثاني إذن نقوم بعملية الجمع إذن كما تشهدنا الطلاب هنا عملية الجمع 170.75 ريال حالة قام عبد الله بجمع هذا المبلغ من خلال جمعه في الشهر الأول وكذلك في الشهر الثاني نريد أن يقوم الطالب بحل هذا النشاط باستخدام الآلة الحاسبة يقوم بإدخال الرقم الأول أحسنتم يقوم بإدخال الرقم الأول بمساعدة وليمر الطالب أو أحد أفراد الأسرة 80.50 هل الله ثم علامة الزايد أحسنتم ثم الرقم الثاني إذن هذه الخطوات التي تعلمناها بأنا الطلاب لجمع الأعداد العشرية باستخدام الآلة الحاسبة إذن نقوم بإدخال الرقم الأول 80.50 هل الله زائدا 90.25 هل له يساوي ومن ثم يقوم الطالب قراءة الرقم وهو مقام عبد الله بجمعه لشراء دراجة إذن المبلغ الذي وفره عبد الله هاي شباب أحسنتم 170.75 إذن هذا هو الرقم الذي قام عبد الله بجمعه في النشاط الثالث بناء الطلاب أيضا نضع دائرة حول الإجابة الصحيحة مستخدماً الآلة الحاسبة نريد أن نستخدم الآلة الحاسبة وكذلك عدم استخدام الآلة الحاسبة في جمع الأعداد العشرية إذن لدينا هذا النشاط باتباع الخطوات بناء الطلاب نقوم بإدخال الرقم الأول ما هو الرقم الأول؟ أحسنتم 1.5 الخطوة الثانية علامة الزايد أو علامة الجمع أحسنتم الخطوة الثالثة الرقم الثاني 1.2 ثم علامة اليساوي أحسنتم ثم علامة اليساوي إذن بناء الطلاب استخدام الآلة الحاسبة نقوم بحل هذه المسألة بمساعدة لأمر الطالب إذن نقوم بإدخال الرقم الأول 1.5 زائد 1.2 ثم علامة اليساوي لنحصل على ناتج هذه العملية نعم يا شباب كم ناتج عملية الجمع لدينا هنا إذن نقوم بوضع دائرة حول الإجابة الصحيحة أحسنتم إذن الإجابة الصحيحة 2.7 نقرأ الناتج في الآلة الحاسبة نقرأ الناتج في الآلة الحاسبة بعد عملية الجمع يقوم الطالب بقراءة عملية الجمع في الآلة الحاسبة ومثل يقوم بوضع دائرة حول الإجابة الصحيحة إذن إجابة النشاط الثالث 2.7 باستخدام الآلة الحاسبة وكذلك بناء الطلاب استمكاننا إجراء عملية الجمع بطريقة الجمع العايدية وطريقة الجمع الرأسية التي تعلمناها كما تشاهدون قمنا بترتيب الأعداد الصحيحة ما بعضها البعض كذلك الفاصلة مع الفاصلة والأعداد العشرية مع بعضها البعض ومن ثم نقوم بعملية الجمع كما تعلمنا 5 زايد 2 7 الفاصلة مع الفاصلة كما تشاهدون نقوم بوضع هنا 1 زايد 2 إذن هذا هو ناتج العملية الحسابية وفي الختام أشكركم أبناء الطلاب على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته